دعنا نرى بعض الامبليمنتيشن تبع الستاكس أول مثل موجودة وهي create stack وهي المسؤولة عن عملية الكرياشن للستاك نود S وهي اللي بدأت تكون بتأشر على الطوب نود وهي أول نود موجودة هنا أول شي بنعرف pointer من نوع stack اللي فعلياً ذكرنا بنحكي struct node pointer to struct node بنسميها S هالي هي استخدامة type def بدل ما أكتب كلمة ثانتين ونرجم إشارتي ال pointer بكتب كلمة واحدة بعدها نعملنا عملية الملوك اللي هي حسب ال size للstruct node الموجود عندنا بهذه الحالة وهي element وهي data زائد next حتى تأشر على أول element موجود عندنا نعمل هون check if s equals null معناها الكمبيوتر المميوري عندنا هون full out of space Macquither الكمبيوتر يحجز مكان بالمميوري بعدها بنحكي s next equal null بنخلي هاي الاس تأشر عندنا على ال no then we call الميثود اللي هي make empty بعد ما نخلص الميثود call make empty بنعمل هون اللي هي return للستاك الموجود هنا نشوف الميثود make empty اللي هي بتأخذ استاك زي ما شوفنا نفحص إذا s كانت تساوي null معناها نفس المبدأ out of space else من اسم هال الميثود make empty اللي بدها تعمل انها تفضل استاك else while stack not empty مدام اللي استاك لدينا نعمله pop elements من اس تخييرها لدينا استاك لدينا الايلمنت واحد ثانين ثلاث هاي اللي استاك اس اللي بدنا نعمله لو ندرسلها بالشكل هي linked list هنا s بتأشر ثلاث اثنين واحد طبعا ليش ثلاث لأنه نبطلع ثلاثة هي top بما انها ثلاثة هي top معها رح تكون اول element رح نعمل pop يعني نشيل اول element بصير s تأشر وين على الثاني هاي pop نشيل بعدها كمان pop بصير s تأشر على الواحد هاي pop اخر شي بنشير اخر element فبصير لدينا stack فاضي اوكي هاي هي المثود لدينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة